الجماهير ودورها في أي منافسة رياضية موضوع مهم جداً بصراحة ده أهم عنصر ودايماً لما بنقول بطولة فين أو هتلعب مين بتقول هنلعب على أرضنا وبين جمهورنا ولا هنلعب برة وده العنصر الأساسي في الرياضة ومن غير جماهير الرياضة هتختفي يعني لو وفرت كل الإمكانيات وعندك كل المواهب بس مش عندك جمهور هتلاقيه موجود في الأنشطة الرياضية هتلاقي النشاط الرياضي بيتراجع بشكل كبير شفنا أولمبياد توكيو 2020 اللي تلعبت طبعاً بدون جمهور وكانت مفتقدة لعنصر مهم جداً من مظاهر البطولة طبعاً اللي كانت في اليابان كانت مفتقدة للجماهير ما كانش فيه جماهير طبعاً هي اللي بتضيف عنصر مهم جداً على أي بطولة وبتديها الحيوية والشغف وبتدي الحماس والطاقة والدافع للعبين ولما بتلعب مباريات أو منافسات وسط جماهيرك بيكون عندك دوافع كبيرة جداً وحماس وحافز كبير علشان الفوز وشوفنا ده وتأثيره في بطولة بطولات العالم طبعاً بطولات العالم كتير وبطولات اتنظمت هنا في مصر وفي مباريات كتير تلعبت في بطولات أفريقية لكورة اليد والكورة الطايرة وكورة السلة لما بتتلعب في مصر وبحضور الجماهير شوفنا التأثير الجماهير الكبير على أبطالنا وعلى لعبينا خصوصاً مثلاً منتخب الشباب لكورة اليد سنة 93 واللي فاز بكس العالم اللي كان هنا في مصر شوفنا تأثير الجمهور كان عامل ازاي وده دافع وحافظ للاعبينا وكل جيل طبعاً مميز وكتب تاريخ بعد كده لمصر على مستوى الكبار بتكلم على منتخب الشباب اللي حصل على بطولة العالم للشباب 93 الجماهير كانت مولعة الملعب كانت أكبر حافظ لللاعبين كانت هي يعني اللاعب اللي بيلعب في المدرجات لعيبة لما تريح شقاية الجمهور كان بيشدهم الجماهير هي اللي كانت بتدفع لعيبة للأمام علشان يفوزوا بالمباراة شوفنا مباريات ومنافسات كتير ولو فضلنا نعد فيها عايزين حلقات وحلقات علشان نحكي على دور الجماهير من الحاجات اللي أنا حضرتها وكانت مستمتع جداً بسبب الجمهور اه نفوزنا بالبطولة دي بس أنا كنت واحد من الجمهور كنت مبسوط جداً بالأجواء بطولة كأس الأمم الأفريقية 2006 اللي كانت هنا في مصر ولما فوزنا على كودي فور في النهائي الفرحة اللي جوه الملعب طبعاً المباركة صعبة جداً ومقفولة الحماس الجمهور من الساعة 11 الظهر لحد ما المباراة خلصت لا وكملنا برا الملعب كمان هو ده الجمهور زي ما أنا بقول دايماً والكلمة اللي بقولها دايماً المجد للأبطال والمتعة للجماهير لا بعد 24 ساعة هيكون المجد للأبطال والمجد للجمهور كمان عندنا مباراة تاريخية منتخب مصر كورت القدم ونظيره المنتخب السنغالي بكرة الجمعة في زهاب المرحلة الأخيرة 24 ساعة بالزبط طبعاً المرحلة الأخيرة اللي مباراة تصفيات كأس العالم 22 واللي طبعاً قنوات On Time Sports هتنقلها لكم وهتشوفوا تغطية مميزة ومفاجئات كتير للسادة المشاهدين من خلال التغطية بكرة للمباراة دور الجمهور في مباراة بكرة مهم جداً ودعم الجمهور المصرية للمنتخب عنصر قمة في الأهمية وهيكون اللاعب رقم 12 مع منتخبنا منتخبنا خسر نهائي أمم أفريقيا اللي فاتت طبعاً قدام السنغال بضربات الجزاء من شهر تقريباً والنهاردة بنواجه السنغال في مرحلة الحسم للتأهل للمنديال الحلم الكبير اللي كلنا بنحلم به مصر كانت متواجدة في نهايات كأس العالم 2018 لآخر بطولة تلعبت والسنغال كانت موجودة والمنتخبين طبعاً عندهم طموح التواجد في مونديال قطر 22 اللعيب عندها حماس متحفزة علشان إن شاء الله يفوزوا ونأمن موقفنا في مباراة الزهاب طبعاً المباراة دي بتاعتبارة بكرة دي أنا باعتبارها أهم من مباراة السنغال وتعزيز أو تأكيد السعود لكاس العالم هيبدأ من بكرة وهنا دور الجماهير إنها تقدي دورها وتكون مساندة لمنتخب في أي موقف وتحت أي ظرف لأنك رايح بكرة استاد القاهرة عشان تدعم مين؟ هتدعم مصر هتدعم منتخب مصر هتدعم تشيرت منتخب مصر هترفع عالم مصر حضور الجماهير بكرة مهم وطبعاً من غير الأهمية دي مش هتكلم في الأهمية لا دي مهمة وطنية طبعاً لابسين تشيرتات عالم مصر تشيرتات مصر رفعين عالم مصر بكرة مصر بس لا فيه لا أهلي ولا زمالك ولا اسماعيل ولا اتحاد ولا بيراميز ولا ولا كلنا بكرة مصر عندي ثقة والله في جماهيرنا ووعيهم وانهم واقفين في ظهر رجالتنا وان شاء الله نقدر في مباراة بكرة نفرح كل الشعب المصري كل الشعب المصري يفرح ونحقق فوز يدعم المنتخب قبل مباراة العودة يوم الثلاثة ده اللي بتكلم فيه زي ما بقول دايما ده المتعة للجمهور والمجد للأبطال لا ده المجد والمجد للجمهور والأبطال بكرة ان شاء الله وطبعا وعي جمهورنا عالي جدا وتشجيعه هيكون حافز لأبطالنا ولعبتنا بكرة انهم ان شاء الله يتخطوا الخطوة اللي جاية دي خطوة بتاعة بكرة دي ودي الاهم والله